من مقتضيات الأخوة الإيمانية الصادقة الستر والإغضاء أن تستر إخوانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامِ الآن مع الأسف الناس مغرمون بالفضائح ما شه هو كيستر يعني لو انكشفت له عورة أخيه فإنه لا يستر بل هو يسعى إلى كشفها ويتحسس ويتجسس ويتلصس من أجل أن يطلع على عورة أخيه فإذا غفر من ذلك بشيء فإنه يذيع الأمر وينشر الفضائح وشهده الإيمان وشهدي الأخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم ورهيب في الوقت ذاته يقول يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف رحله تتبع الله عورته يعني يقيد له من يتتبع عورته حتى يفضحه ولو في جوف رحله في جوف بيته قد تخرج الفضيحة دي له من البيت يفضحه أهل بيته يفضحه ولده يفضحه خادمه تفضحه امرأته لماذا؟ لأنه كان مغرماً بتتبع فضائح الناس لا يسترهم طيب قضية السطر احنا رجعوا للقاعدة اللي ذكرنا لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه أنت يا عبد الله ألا يقع منك الذنب؟ ألا تقع في المعصية؟ ألا تقع في الزلة؟ أتحب أن الناس لو اطلعوا على شيء من ذلك أتحب أن يسترك؟ أم تحب أن يفضحك؟ بالله عليك كن صادقاً مع نفسك يعني قد تقول استرني الله يسترك إذن استر إخوانك هذا من موجبات الأخوة ليس تكون تفرحان الناس يفرحوا الآن يفرحوا بالفضيحة يقول لي واش تيوم؟ كده أرى الشر أخوة صل مع هذا هذا الثورة الإعلامية وسائل التواصل الاجتماعي الصور والمقاطع والكلمات والتسجيلات يقول لك انفضحوا سبحان الله إذن هذا ليس من الأخوة في شيء بل عليك أن تستر إخوانك وأن تغضى الطرف عن ما يكون منهم ترجمة نانسي قنقر